بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة سنشاهد الآن حيوان السلمندر أو السمندل يعني هذا الحيوان عجيب جدا إذا قطعت يده يستطيع أن ينمي يدا جديدة بنفس المواصفات خلال أيام قليلة إذا قطعت ذيله قطعت أي عضو من أعضائه ينمي عضوا جديدا سبحان الله لديه قدرة فائقة على تجديد أعضاء جسده وبنفس نسخة مطابقة للأصل سبحان الله أحببت أن نشاهد اليوم فيديو كيف يخلق هذا السلمندر من خلية واحدة في موقع ناشنال جيوغرافيك رصدوا هذا الأمر أيها الأحبة انظروا هذه هي خلية واحدة تنقسم إلى خليتين طبعا هذه نطفة أمشاج النطفة الأمشاج خلية ملقحة تنقسم إلى خليتين ثم إلى أربعة انظروا واحد اثنين ثلاثة أربعة هكذا تبدأ رحلة الإنسان أيضا حتى الإنسان يبدأ هكذا أو كل الكائنات الثديات بخاصة تبدأ هكذا أيها الأحبة انظروا بعد قليل انقسمت الأربعة أصبحت ثمانية دائما ثم ستة عشر اثنين وثلاثين وهكذا يعني سلسلة هندسية انظروا أيها الأحبة انظروا أصبح الآن لدينا مئات الخلايا هنا هنا مئات الخلايا هذه الخلايا يعني الذي حير العلماء قبل أن نكمل فقط ملاحظة ما الذي يجعلها تنقسم بهذا النظام فلماذا نحن لدينا خلية نطفة أمشاج أو خلية ملقحة موجودة داخل يعني هذه الخلية ما الذي يجعلها تنقسم إلى خليتين ثم أربعة ثم ثم ثمانية ستة عشر اثنين وثلاثين أربعة وثلاثين وهكذا ما الذي يجعلها تفعل ذلك شيء محير ليس للعلماء أي جواب ولكن الجواب طبعا هو الله خالق كل شيء انظروا الآن أصبح لدينا آلاف الخلايا بعد ذلك انظروا يظهر لدينا هنا هذا الخط الخلايا تبدأ الآن بالتمايز لأن هذه الخلايا أيها الأحبة منها ما سيشكل القلب وهو أساس هذه المخلوقات منها ما سيشكل النظام الدورة الدموية خلايا الدم الأوعية الدموية إلى آخرين منها ما يذهب ليتحول إلى خلايا دماغ أيضا هناك عدد من الخلايا يذهب ليتكاثر ويتحول إلى خلايا جلد وخلايا أخرى تذهب لتتحول إلى خلايا عين وكل هذه العمليات مربوطة مع بعضها بنظام شديد الدقة انظروا أيها الأحبة نحن هنا نرى فقط الشكل الخارجي انظروا الآن لا يزال على شكل كرة هذه مراحل طبعا مراحل خلق هذا السمندل أو السلمندر انظروا أيها الأحبة الآن بدأت تظهر إشارات إشارات أن هناك جنينا طبعا أنا سأسرع قليلا انظروا أيها الأحبة هذه النتوءات التي ستظهر هذه طبعا ستشكل فيما بعد الأطراف اليدين والرجلين وهذا الذيل هنا هنا الذيل وهنا الرأس انظروا الآن أيها الأحبة بدأ قلب الجنين هذا يتخلق ملايين الخلايا تذهب لتشكل هذا القلب الذي سيضخ الدم ملايين أخرى وربما مليارات من الخلايا تذهب لتشكل مثلا الجهاز الهضمي مليارات أخرى تذهب لتشكل خلايا الجلد وخلايا العظام يعني شيء مذهل والله أيها الأحبة أنا أعجب ممن يعتقد أن هذه العمليات طبعا هذا بالتصوير السريع على فكرة يعني ممن يقول أن هذه العمليات تتم كلها بالمصادفة انظروا بدأ بالحركة الآن من الذي أعطاه هذه الحركة إنها الروح أيها الأحبة الروح طبعا أود أن أقول ليست شيئا خاصا بنا نحن البشر كل الخلايا في الكون كل الحياة فيها روح ولكن الله ميزك أيها الإنسان ونفخ فيك من روحه سبحانه وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته هذا الكلام عن سيدنا آدم عليه السلام فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين إذا ميزك الله أنه اختصك بروح منه وهذه الروح طبعا تنتقل لنا عبر يعني ملايين السنين حتى نلقى الله عز وجل إذن كل واحد فينا فيه جزء من الروح التي بثها الله في سيدنا آدم والروح كما قلنا أيها الأحبة هي أمر كوني إلهي أكبر من طاقة البشر ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أتيته من العلم إلا قليلة أنا حسب اعتقادي أن الروح هي الذي تنظم العمليات هي برنامج تشغيل تنظم كل هذه العمليات لأن هذه العمليات أيها الأحبة هذه الحركة هذا القلب الدماغ النظام الهضمي النظام العصبي نظام ردود الأفعال نظام تجديد الأعضاء لدى السلمندر كل هذه لابد من برنامج يشرف عليها لابد من برنامج تشغيل وإلا كيف يعمل هكذا عشوائيا للأسف علماء التطور يريدون أن يقولوا لنا أن كل شيء يأتي بالمصادفة انظروا الآن أيها الأحبة كيف أصبح هذا السلمندر أو السلمندر يعني واضحا القلب الأعضاء الأطراف الأعين الرأس الذيل انظروا أيها الأحبة سبحان الله يعني والله أحبة في الله الإنسان يعجب من سر هذا هذا الإبداع الإلهي يعني هذا منتهى الإبداع الإلهي شاهدوا أحبة في الله هذه هي العين هذا الفم هنا الفم هذا الذيل الأطراف الجلد هذه التصبغات على الجلد يوجد منه مخلوقات سامة هذا من أشد الأنواع المخلوقات السمية أيها الأحبة انظروا انظروا كيف لديه حركة سريعة ولديه فان خداع ولديه قدر على تجديد أطرافه كما قلنا بطريقة مذهلة انظروا أيها الأحبة طيب بالله عليكم أنا يعني فقط أود أن أتساءل يعني هذا هذا المخلوق هذا الكائن الرائع جدا الذي خلقه الله ليكون عبرة لك أيها الإنسان لتوقن أن هناك إلها عظيما حكيما الطبيعة تقولون أن الطبيعة هي التي تكون هذا الكائن أو أن هذا الكائن يخلق نفسه طيب من الذي يقوم من الذي يشرف على عملية تركيب وبناء وتصنيع هذا السلمندر نحن اليوم إذا جئنا بكأس كأس زجاجي لا نصدق أنه نشأ بالصدفة مستحيل مستحيل حتى لو دخلنا إلى معمل أو مصنع للزجاج لا نصدق أن المصنع أنتج مثلا يعني كأس زجاجية بالمصادفة وهي من أبسط الأمور طيب كيف تشكلت ملايين أو مليارات الخلايا هنا بنظام فائق الدقة والله أيها الأحبة إن هذا أفضل رد وأبلغ رد لأولئك الذين ينكرون وجود الله ونقول لهم كما قال الله سبحانه وتعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا شكرا